اشتركوا في القناة دي المحاضرة الستة في الموديول وهي المحاضرة التانية في الريس بيراتوري سيستم وهو الابجيكتف بتاعها هو حاجة واحدة بس زي ما قلتلكم في المحاضرة اللي فاتت هو الابستركتف لانج ديزيزز هي كلها المحاضرة تتكلم عن الديزيزز دي الاول ناخد زي definitions كده عام يعني ايه obstructive ويعني ايه restrictive obstructive versus restrictive pulmonary diseases versus يعني مقابل او عكس يعني هنقول حاجة وعكسها هما يعتبروا الاتنين diffuse pulmonary diseases يعني بيجوا في اللوبس كلها بتاعة اللانج يعني الى حد ما مش كله كده بس في المجمل يعني احنا بنتكلم دلوقتي definition عام نبقى فاهمين الدنيا ايه diffused pulmonary diseases can be classified into two categories obstructive airway disease وrestrictive disease الاobstructive معناها ايه؟ معناها increase for resistance to air flow يعني في حاجة سد الطريق ان الهوى يدخل لللنج caused by a partial or complete obstruction at any level بس مش شرط يكون الاobstruction ده حاجة يعني حاجة ملموسة لأ ممكن يكون الاobstruction ده functional obstruction وهنعرف كمان شوية يعني ايه؟ restrictive disease معناه ان فيه reduced expansion of lung barenchyma اللونج ما بتفريتش ما فيش حاجة سداها الطريق النفس تمام وبيتنت وكل حاجة هي من نفسها اللونج تيشو نفسها ما بيحصلش ليها expansion and decreased total lung capacity طيب ايه الحاجة sharing بين الاتنين؟ الاتنين فيهم one major symptom اللي هي dysnia dysnia اللي عيان عنده ديء في النفس مش قادر ياخد نفسه كويس وبينهج يعني عايز يدخل للرئة هوى مش قادر نفسه فيه مشكلة next نشوف بقى الاobstructive pulmonary diseases الجدول ده هو ملخص المحاضرة مهم جدا 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 تمام؟ طيب عندنا major diffuse obstructive disorders هما الاربعة دول اللي احنا هناخده من نهاردة في المحاضرة emphysema chronic bronchitis bronchiexis وأزمة تمام؟ الجدول ده انا مش هقوله دلوقتي هرجع له في الاخر تمام؟ لان هنقوله دلوقتي مش هنبقى فاهمين حاجة هرجع له في الاخر تمام؟ طيب next اول حاجة emphysema زي ما خدنا قبل كده وهناخد اهم حاجات definition انا عايز اعرف يعني ايه emphysema emphysema بالعرب اسمها السدة الرئوية او السدة الرئوية ايا ان كان معاش عارفة يعني التشكيل بتاعها عامل ازاي ماشي بس ايه سبب السدد ايه سبب ان الهوى مش داخل كويس حاجة عاملة obstruction هنشوف definition للامphysema معناها irreversible خلي بالك من الكلام اللي عليه احمر ده irreversible enlargement of air spaces distal to terminal bronchules a combined by alveolar wall destruction والdestruction ده ليه شرط انه هو with minimal or no fibroses كل كلمة من الdefinitions دي مهمة irreversible بمعنى الجزء اللي هيحصل فيه emphysema في اللانج never ever انه هو يرجع normal تاني تمام وبيحصل enlargement للاير spaces حد يقول لي الله طب ما الاير spaces يا اكتر ما هيبتوسع هيه فين الاوبستركشن بتوسع بس non functioning ده اللي انا بقول لك عليه ان فيه مشكلة في الفانكشن هنا اولا اللانج عشان normal function المفروض الالفيولاي to expand وايه يعني تفرد وايه وتنكمش تفرد وتنكمش اللي هو الشهيق والزفير تمام كده طيب لو فضلت اللانج واخد وضع الexpansion مفروض على طول كده هيحصل تنفس مش هيحصل كده معنى ان فيه resistance عالية الهوى بيدخل مش عارف يخرج او يخرج مش عارف يعني فيه مشكلة في الفانكشن لما هناخد details دلوقت معنى كده ان العيان ده عنده ديسنيا مش قادر ياخد نفسه طبيعي لبيحصل شهيق ولا زفير بطريقة طبيعية تمام مع ان هنا مفيش حاجة يعني مفيش مثلا ان هو بالع حاجة وقفت في نفسه وسدت البرونكاي لا مفيش الكلام ده مفيش حاجة ارجانيك او حاجة ايه يعني زي بابنقول عضوية كده هي اللي سده الairway الairway فيها سده بسبب ايه non functioning ان الالفولار وال ما بيحصلش فيها expansion والريكويل اللي هو جزء الفانكشن النورمل بتاعتها مش بتحصل تبقى مفتوحة كده وبس فيش اي حاجة كأنها ملهاش اي قيمة كأن الجزء من اللانج ده مش موجود تمام طيب في حاجات بقى بيقولك في حاجة اسمها ايه تيرمز هقول عليها ولكنها not true emphysema ده بقى اللي يرد لو لسه في سؤال في دماغك ازاي في obstruction وما فيش obstruction في نفس الوقت في حاجة اسمها compensatory inflation of remaining lung after loss of pulmonary barenchyma يعني مثلا في السيرجيكال لوبكتومي عيان عنده مشكلة في لوب شال الجزء ده بقيت اللانج الالفيولاي اللي فيها يحصل فيها enlargement للاير سبيس تمام ولكنها functioning بتشتغل تمام وكل حاجة تمام مفيش destruction مفيش الكلام ده يا جستن ان هي حجمها كبر عشان تعود compensatory يعني بتعود تعود الجزء في اللانج اللي تشير يبقى دي ما اقولش عليها emphysema دي not true emphysema بقول compensatory hyper inflation تمام طيب حاجة تانية اسمها interstitial emphysema يعني ايه reflect entry of air into the connective tissue of lung ال connective tissue اللي حوالين الالفيولاي متجمع فيه هوا تمام ميديا ستاينم ممكن او الساب كوتينيس تيشو ودي بتحصل في العمليات في التخدير لما يجي حد يكون نايب تخدير غشيم شوية بيدخل التيوب بتاعت العيان هيتحط على التنفس الصناعي وهو في العمليات ما احنا بنعمل relaxation لكل المصل ويبتدي تحط على جهاز التنفس الصناعي في العملية عشان ايه العيان يتنفس وتبقى المصل relaxed والجراح ايه يقدر يفتح البطن مثلا او chest whatever يعني لان المصل فيها تون لازم يبقى العيان التون ده مش موجود يبقى فيه full relaxation المهم بيجي هو داخل بالتيوب دي في التركية يروح معوارها يروح الهوى يخرج منين من التيوب دي على التشو على الصابكوتينيس تشو تلاقي حوالين رقبة العيان وفي الجلده اسمها صابكوتينيس انفيزيما ودي كومن قوي في التخدير وده عب دكتور ده ما يعمل هاش حال تمام؟ بيقول لك يعني مممكن حاجة تانية ان مثلا كان فيه obstruction والعيان كح جامد قوي طبعا ده reflex تغصب عنه فحصل increase في الpressure اللي جوه الالفولاي حصل لها rupture وحصل ان الهوى بقى جوه البارينكيمة بتاعة اللونج ايا كانت الانترستيشيال انفيزيما دي مش الانفيزيما اللي احنا بنقول عليها في اللونج اللي هتعمل obstruction this is not of chronic obstructive pulmonary diseases دي اسمها انترستيشيال انفيزيما حصلت بقى بسبب ان العيان كح جامد ان هو في التخدير اي حاجة حصلت يعني ملهاش علاقة بالمرض اللي احنا هنشرحه دلوقتي طبعا يبقى تخلي بالك ان الاتنين دول compensatory والانترستيشيال this is not true انفيزيما مش هو مرض الانفيزيما اللي احنا بنقول عليه ده شابهه ان فيه هوا متجمع في المنطقة دي وخلص سواء normal في الكمبانساتوري او abnormal في الانترستيشيال اللي اتنين دول مش المرض اللي احنا هنشرحه دلوقتي تمام next دي صورة كده graphic crookie يعني ان الصورة اللي عالشمال اهي دي normal المفروض الالفيولاي فيها سبتة كده متقسمة عشان يحصل ايه الاكسشانج بتاع الاير ان هي long three coil with expand هنا بص المنظر عامل ازاي ما هو العبيد بقى ليقول يا دكتور ما هي واسحة هي وكويسة حضرتك ده non functioning دي مصمطة كده زي قلب الاسمنت ولا بيدخل ولا يخرج فيه هوا متجمع هنا وشكرا على كده العيان مش قادر ياخد نفسه تاخد نفس النسياتك النفس يدخل ويخرج النفس لو دخل وما خرجش انت هتموت او خرج وما دخلش طبعا هتموت يعني مش طالبة يعني تمام فمش معنى ان الايروي وايد وكويسة كده وحلوة ووسعة معنى ان فيه function لأ دي non functioning دي كأنها obstructed بالزبط كأن فيه حاجة هنا مكان السهم الابيض ده قفلة الدنيا خارص كأن الجزء ده مش موجود اتلغى خلاص ويريفيرزيبال نكست طيب نشوف ايه انواع الانفيزيما ما لها انواع اه طبعا لها انواع الانواع بتتقسم على انهي جزء من الترمينال ايري سبيس اللي تقصر السنتري اسينار او السنتري لوبيولار انفيزيما دي واخدة ايه بقى السنترال او البروكسيمال بارت اهم حاجة ايه ان الديستل الفيولاي اللي هي اصغر حاجة are spared يعني مش بتتأثر not affected الديستل الفيولاي are not affected ادي الصورة اللون البنك ده ده الجزء اللي فيه الانفيزيما الجزء الديستل خالص ده سليم مفوش مشكلة ماشي more common and severe fein في ال upper lobe ال upper lobe هو اللي متأثر اكتر من lower هتبقى diffused خلي بالك انا قلت لدول diffused pulmonary diseases يعني اللونج كلها في مرحلة ما هتبقى كلها متأثرة بس مين اللي بيبقى فيه الحاجة دي برومينانت ويبتدي فيها الاول في السنتري لوبولار انفيزيما بيبقى ال upper lobe most common في مين في السموكر المحاضرة بتاعت النهاردة عنوانها ان السموكر ده بيقتل نفسه مفيش كلمة تاني غير كده كل المحاضرة في المصائب اللي هتحصل فيها النهاردة سببها smoking مفيش كلام تمام طيب وكمان بيبقى معاه في الغالب دايما اللي سموكر زي ما هنقول دلوقتي ما بقاش عنده انفيزيما بس انفيزيما و chronic bronchitis ماشين مع بعض طب البان اسينار او البان لوبولار انفيزيما دي واخده فين من الصورة او اللون البنك كده لا دي بقى اللي هتاخد الدستال ايه الفيولاي دي بقى اللي هتاخد اللي هي الالفيولاي الترمينال او اللي هي الدستال اللي هي اخر حال وجزء اللي ابلاها يبقى سبير دي مور كومان في مين في اللور زون دي الناس اللي عندها الفا وان انتتريبسين ديفيشنسي عندها ديفيشنسي في الانزايم ده وانتشوف يعني سمبلي او الانزايم ده ايه فايدته وايه المشكلة لو العيان عنده ديفيشنسي في ده مولود بيها يبقى ده في اللور زون نيكست الباراسيبتال او بيسموها اسم مش يعني مش خاطئ شوية يعني مش مظبوط قوي الدستال اسينار اللي هي الباراسيبتال انفيزيما دي بتبقى عند الجزء اللي عند البلورا دي بتبقى موجودة adjacent للبلورا في الاجزاء اللي هي لزقة في البلورا دي لو عيان عنده انفكشن او اي انفلاماتوري اي سبب يعمل له انجري وحصل فيبروزز الجزء اللي فاضل بيكون ايه بيبقى ميكون انفيزاميتس ايريا ويه تبقى عند الايه البلورا ودي بتبقى مور سيفير في الابر هاف عبارة عن cystic structure with progressive enlargement حاجة اسمها ايه بقى هوريكو صورتها دلوقتي بنسميها بولي البولي دي هترابشر ولما الترابشر يحصل ايه نيموسوركس اير في البلورا يضغط على اللونج ويعمل لها collapse زي ما خدنا المحاضرة ايه اللي فاتت تمام next بص الصورة اهي عاملة زي البلونة اقشاء رقيق جدا جدا وتلاقي المنظر ده دي لو رابشر حصل لها رابشر كل الاير اللي فيها ده هيبقى في البلورا وده very narrow space هيروح ضغط ايه على اللونج ويعمل لونج collapse فدي خطر البولي دي خطر next الاريجولار انفيزيما دي بتبقى موجودة بقى ايه يعني منتشرة كده في اللونج بسبب ان في كان فيه scarring فيه بتاع زيها زي الايه اللي قبلها بس اللي قبلها كانت عند البلورا عند البلورا لكن دي ايه في بقية اللونج the acenus is irregularly involved associated with scarring such as the resulting from healed inflammatory diseases بس دي بتبقى فين في اللونج بقى مش شرط عند البلورا لو هي specific للبلورا بنسميها paraceptal لو منتشرة في اللونج بنسميها irregular ودي asymptomatic ما فيش بولي البولي بتتكون على الطرف وهترابشور هتعمل لونج وكولابس لكن دي بتبقى جوة لونج نفسها فحتى لو حصل لها رابشور ما هي الهواء هيدخل في airway يعني مش هتفرق قوي معنا تمام clinical asymptomatic وهي تعتبر most common form of emphysema ودي ما بتبقاش يعني مش عاملنا مشكلة clinical أول وثاني نوع هم دول اللي عامل لنا المرض اللي اسمه emphysema النوع التالت هو مشكلته في البولي هو كنفسه كامفزيما مش فارق ده بتبقى يعني حاجة مفياش مشكلة المشكلة له وتكونت البولي دي وده حصل رابشور وحصل نيمو سوركس next ادي السموكينج بقى بص بقى عشان نفس الaction بتاع alpha one anti-trips ادي السموكينج هو السموكينج بيعمل مصايب كتير احد هزي المصايب انهو بيزود inflammatory cell recruitments يعني طبعا انت بتحرق زبالة بتجيب زبالة كده وتحرقها وتشربها فمش معقولة inflammatory هتتفرج توف تتفرج عليك وانت بتعمل الكارسة دي فالسموكينج ذات نفسه ده trigger ان inflammatory cell تيجي تتجمع هتطلع منها substances بتعمل extra cellular matrix degradation منهم مين البروتيز يعني هي بتطلع كل الحاجات اللي ممكن تكسر الاكسرا سيلولار matrix بتضمر الخلايا او انسجة تماما منهم البروتيز البروتيز ده اللي هو بيكسر الالاستيك تيشو ويعمل لنا انفيزيم طيب حاجة تانية بيعمل ايه تاني من احد المصائب انه بيعمل inhibition of alpha 1 anti-tripsum عن طريق انه فيه اوكسيدنت فيه السموك الدخان اللي طالع ده فيه الاكسوجين free radical او الحاجات مش بيقولك خد حاجات مضادات اكسادة عشان الحاجات اللي بتعمل اكسادة دي بتعمل cancer منهم السموكينج تمام طيب الاكسيدنت اللي فيه بتعمل decrease للالفا 1 anti-tripsum يبقى دي هتبقى acquired cause او ان العيان طبعا حظوا ان يبقى عنده deficiency في الالفا 1 anti-tripsum يبقى الالفا 1 anti-tripsum يقم يقل بالاكسيدنت اللي موجودة في السموكينج يقم يقل كده deficient عنده مشكلة في الجين بتاعه لما يقل الالفا 1 anti-tripsum بيقل الانتي بروتيز يعني الالفا 1 anti-tripsum ده بيميديات الانتي بروتيز اللي يقصر لي البروتيز يعاكس الايفكت بتاعته طيب الانتي بروتيز تمام يبقى البروتيز هيبقى اي activated تمام هيحصل elastic damage ويعمل اي انفيزيما يعني كأنه واخد double effect بتوع النوعين بتوع الانفيزيما تمام اسمعها ثاني next adil morphology يعني يعني مش هجيبه لكم في العملي إلا for illustration لأن الصورة ما بتبقاش واضحة قوي يعني دي حاجة typical جدا يعني عمرك ما هتشوفها البان acinar اللي هي دي هي الصورة اللي هي على اليمين pale و volmen slang طبعا يعني هي بتبقى لونها pale مش الطبيعي وبتبقى voluminous يعني حجمها كبير هتلاقي areas فيها dilated حتا dilated كده ولكنها برضو يعني الصورة هنا تبقى صعبة بس just for illustration إن ده ban acinar وده sentry lopular واخد ايه أجزاء مش كل اللن بتخلي بالك هنا بص ال spaces دي ازاي وبص هنا spaces دي واسعة قوي ازاي فضية كلها أبيض وفيها حاجات خفيفة كده بسيطة طبعا ما تشوف المنظر ده طوطم على طول منظر زي زفت 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 مفيش بص عاملين ازاي وامكسرين خالص شوف بقى normal lung في الهستولوجي وشوف المنظر ده بص بص space wide space شوف السهم لو الفيديو ماشي مع يعني مظبوط السهم كل ده ده منظر الفيولاي بص الول very thin ازاي ايه ايه ده صورة من اسوأ ما يمكن وحشة جدا non functioning خلاص الجزء ده خلاص انتهى اهو leading to enlarged air spaces will number of alveolar capillaries is diminished خلي بالك حتى ال capillaries اللي بيك كله متكسر يعني بص هنا بقايا capillary بقايا وكل ده عبارة عن alveolar wall متضمر واتضمر معاه كمان capillary bid كأنها مش موجودة وهنشوف ليه عليها علامة استفهام كده عشان قولنا الفاسكولار bid لو اتضمر هيحصل ايه core pulmonale right side heart failure next clinical features انا كباسولوجي مش هسألك عليها بس عايزت تسمعها عشان ما تروح الclinical اهم حاجة اللي انا قلتلك عليها disnea يعني ان عنده مشكلة مش قادر ياخد نفسه progressive disnea كمان بتزيد مع الوقت عندك بقا اللي هو الفونكشن اللي هو مش عارفة expiratory volume 1 expiratory volume مش عارفة ايه ratio d is reduced هتاخدها بالتفصيل ما خدتهاش في الفيسيولوجيا هتاخدها في الclinical لازم يبقى عنده حاجة اسمها parallel chest هنشوف شكله عمزة البرميل هنشوف شكله دلوقتي في صورة طيب disnea والهايبر ventilation are prominent مهم قوي العيان بينهج نفسه داخل خارج داخل خارج so that until very really late in the disease gas exchange is adequate لكن العيان بص عشان تبقى عارف من وين تقاعد مش حاسس بنفسك انت بتاخده طالع وخارج دي نعمة نعمة كبيرة جدا العيان ده محروم منها العيان ده بحس بكل نفس ده بيعمل مجهود في كل نفس بياخده كده العيان جي لك بنفس الصوت اللي أنا سمعت قولك دلوقت طبعا ده مجهود رهيب لكن في البلد اتلاقي الاكسوجين نورمل والCO2 نورمل up to certain limit العيان ده هيجي لوقت هيحصل له failure خلش respiratory failure ما فيش حد بيقدر عايش طول حياته لكن على مستوى البلد جيز it's normal حتى بيسموا العيان ايه pink puffer ايه pink puffer ده pink puffer هي سمكة فعلا انا دورت عليها انا مستغربة قوي من الاسم قلت pink puffer pink ان هو العيان مش صيانوز puffer يعني قلت ان هو ايه يعني يعني مثلا ان هو هو شكله ان هو ضام بقه بيتنفس هو ضام بقه قلت ممكن عشان مثلا ايه من السجاير ان هو يعني بينفق هوى السجايفة بيسموها puffer طبعا كطالب الواحد كان بيبقى عبيد طالع بقى ان ايه ان فيه سمكة فعلا small pink puffer وبقها واخد الضمة اللي شكل العيان بيبقى جاي بيتنفس وهو ضام بقه عشان يطلع ويخرج الهوى باقصى كمية عنده انت لما بتنهج طالع سلم لانت ايه يعني حركة involuntary كده بتضم بقك وانت بتطلع النفس وتخرجه العيان ده على طول بالمنظر ده على طول بالمنظر ده فبيسموه pink puffer طوال clinical بيسموه كده next ادي paral chest بص ظهر العيان تلاقي ايه من ورا حجمه كبير ومن قدام كمان بيبقى العيان chest بتاعه paral chest وتلاقي كدفه واقع شوية ايه لتحت وطبعا تلاقيه خاسس لانعمل مجبول والمسلز اللي في رقابته prominent قوي لانه بيستعمل الاكسسوري مسلز بتاعت التنفس اللي انت المفروض في الطبيعي تستعملها وانت بتنهج وانت يعني مخنوق الكلام ده كله لكن هو ده العادي بتاعه ده العادي بتاعه ان هو بيتنفس بكل المسلز اللي ممكن تتحرك في صدره وفي رقابته عشان يدخل لنفسه هوى ويحافظ ان الاكسوجين يبقى نورمال فعليا بقى at the other end of the clinical spectrum ان العيان ده لانه سموكر طبعا انت بتشوف عيان alpha 1 anti-tripsin deficiency بيبقى early عن كده وبيبقى سنه أصغر وعارف انه هو مش سموكر ولا حاجة احنا اللي بنشوفه هو العيان السموكر ده لازم هيبقى معالي اتنين انفيزيما chronic bronchitis صعب قوي انه يجي بواحدة ما بتحصل شي كتير تمام لكن هيحصل ان في recurrent infection كمان معاه والدسنية طبعا هنا هتبقى less prominent لانه دخل معاه من الكرونيك برونكايتس تمام يبقى نقول تاني at the other end of the clinical spectrum الانفيزيما with chronic bronchitis and recurrent infection هتبقى الدسنية usually is less prominent هنا and the patient retains carbon dioxide becoming hypoxic and cyanotic اسمي هنا ايه بقى blue bloaters العيان هنا بقى cyanosed بقى خلاص العيان المزرق يبقى العيان الانفيزيما لو هيبتدي بس انفيزيما هيبقى pink puffer وبعدين لما يحصل معاه chronic bronchitis recurrent infection خلاص الدسنية النهاجان ده هيبقى اقل هو خلاص كده الموضوع بقى فيه بقى secretions وinfection وinflammation هو خلاص مش قادر يبتدي العيان يبقى cyanosed والنهاجان الدسنية اللي هو عمال يدخل ويخرج في نفسه دي ما بقاش قادر حتى يعملها فمش معنى ان الدسنية بقت less prominent يا الحمدلله العيان تحسن لا ما تحسنش ده تنيل بنيلة ده زرق العيان بقى cyanosed والcarbondioxide بقى اكتر في جسمه خلي بالكوا الكلام ده خلي بالكوا نقول بقى الكورونيك برونكايتس اللي احنا لسه عملين نقوله infection وsecretions ايه اللي حصل بقى برضو الكورونيك برونكايتس ليه definition يعني ايه اقول ان العيان ده عنده كورونيك برونكايتس يعني عيان عنده persistent productive cuff عنده كحة بيطلع بلغم productive يعني فيه بلغم فيه secretion مش كحة نشفة وبرزيستنت قد ايه 3 consequent months 3 شهور و4 تمام in at least 2 consecutive years في سنتين و4 ده العيان اللي يتشخص كلينيكالي كورونيك برونكايتس تمام طيب كلينيكالي there are several forms في بقى كذا فورم حسب العيان جايلك فانهي ايه انهي مرحلة في ال early stage بيجي بكاف وميوكايد سبيوتا ميوكايد يبقى لونه ابيض تمام وهنا ال air flow is not obstructed لسه لسه مفيش حاجة عاملة obstruction فعلي في ال airway ده بقى العيان اللي انت تسأله يا حج هو بيشرف سجاير انت بتكوح يقولك لا خالص طب اسأله بقى السؤال التاني يقوله انت بتقوم الصبح من نوم تفضي صدرك في الحض يقولك اه العيانين بيقولك قصدي كحة السجاير انا ما بكوحش بس عندي كحة السجاير يقوم الصبح نص ساعة على الحض يطلع بلغم ويتف في الحض ويقولك لا انا بكوحش لا انا زي الفل انا ما عنديش كحة خالص وهو فعلا قدامك لقيمش بيكوح وبينهك هو لسه في مرحلة الانفيزيما و في ايرلي ايه كرونيك برونكايز فبيطلع ميوكوي دي سبيوتم مجرد سيكريشن لسه الانفلاميشن واللسه الانفكشن لسه ما ايه الدنيا ايرلي يقولك نعم بكوحش خالص اسأله بقى كده بتفضي صدرك على الحض الصبح يقولك اه ما دي كوحة السجاير وبيتكلم بمتصقة العيان ده يعني مش قادر اقولك بس هو غالبا هيكمل معاك للاخر العيان ده مش هيسمع الكلام ومش هيبطل السجاير لانه اساسا ناكر او عمل ديناي ان مشكلة من السجاير لا مش منها لا انا عندي حاجة تانية دور انت بقى انت دكتور ما انا ما عنديش حاجة كمان شوية الدنيا تزيد اكتر حاجة اسمها ايه ازماتيك برونكايز طب ليه سمتها ازماتيك من الازمة ايه الحاجة اللي خدناها من الازمة ان العيان بيبقى عنده severe dysnia and wheezing صدره ايه بيزيق بيقولك انا سمع سفارة وانا بتنفس وفعلا بتتسمع in association with inhaled irritants او during respiratory infection due to hyper reactive illwing العيان ده اللي عنده chronic bronchitis لو جاله انفكشن يبتدي يحصل له ايه ال wheezing ده وبعدين الانفكشن تروح وتخف ماشي يبقى احنا هو كده عمال الدنيا ايه بتزيد يعني الاول كان early stage مكانش فيه infection ولا حاجة كان مجرد الميكوي disputer طب جات infection وراحت العيان during الانفكشن بيبقى عنده severe dysnia wheezing اسميها ايه asthmatic bronchitis طيب بعد كده ال heavy smoker بقى شكرا هو جالك تاني chronic outflow obstruction بقى بالميوكس بالsecretion بالinfection بحاجة يعني بتبقى رهيبة وكمان معاه انفيزيما ده بقى اللي اقول عليه chronic خلاص بقى chronic العيان مزمن عدى السنتين بنجاح وعدى الثلاث شهور بنجاح وعنده كحة زي الزفت خلاص كده بقى ده chronic outflow obstruction usually with associated انفيزيما COPD حمد الله على السلامة next next اه دي مكونات السجارة الصورة دي كده توريها للعيان وبرده مش بيقتنع معرفش ليه مش عارف يعني هي فيها وقود سواريخ وفيها دهان اللي بتينه بالحطان منظف مراحيد يتقول له حرج بتاخد يعني اللي بتنظف به التواليات مش عادي مش فارق معي مش باين عليها اللي مش باين عليها نبهرج معك مبيت حشري نيكوتين الحامض السيتريك وكادميا وبيوتان وخلق وزبالة طبع كلب ميت اي حاجة مقرفة هو بي ايه بيحطها ويلفها ويشربها تحاول تقنع فيه ان مشكلة التشيست دي منها ابدا وانت بقى عالج next طيب ايه الباسوجينيسز دلوقتي كل ايه السموك والإرريتنس والبلاوي الزرق اللي احنا شفناها في السلايد اللي فاتت دي دخل على اللانج اللانج هتحاول تعمل ايه يعني تحاول تتخلص منها فيحصل hypersecretion of mucus beginning in the large airway والموست important cause طبعا هو cigarette smoking طيب بيحصل بعد كده celia destruction وبعدين infection وبعدين الinfection هيحصل منه inflammatory cells تتجمع الinflammation او inflammatory cells دي بتطلع mediators مين هم inflammatory cells اللي يكونوا موجودين macrophages neutrophils lymphocytes ezenophils لا لان في حاجة يبقى فيها الـ ezenophils زيادة مش هنا تمام طيب طلعت الميدياتورز حصرت وكل المصائب السيفير بقى destruction والكلام ده كله بسبب الميدياتورز دي بعد كده نخش بقى على small airway كمان يبقى عنده chronic bronchiolitis ويبقى complicated بإنفزيما وكده اللونج بالسنة next ادي الشكل اهو enlarged mucosal gland ودي طبعا ده رأس طبعا شكل رأس مكروكي ودي ادي الميوكوز شاف منظر السيكريشن هو بالظبط بيقعد يطلع ده على الحوض الصبح ويفضيه ويقولك ما بكوحش يا راجل ادي inflammation of epithelium ودي الميوكوز accumulation تمام ودي طبعا معه انفزيما next طيب المورفولوجي هشوف ايه chronic bronchitis ايه الحاجة اللي تقولي انا تحت الميكروسكوب طبعا انا عشان اشوف حاجة زي كيه تحت الميكروسكوب ما بتحصلش انا كا باسولوجيست يعني مفيش دكتور هيشخص chronic bronchitis لما ياخد عينة باسولوجي ما هو العيان قدام هو واحد بيشرب سجاير وبيكح بلغم ويابع عنده ايه يا ربي عنده ايه ما هو ما فيش غيرها تمام لكن انا بقولك انت ان انت كحاجة ايه اكاديمي للدراسة هقولك الحاجة الكاركتوريستيك اللي انا لما جيبها لك سؤال في الامتحان تروح مختار chronic bronchitis بيبقى فيه ميوكوزال هايبريميا اندي ايديما والبرونكاي والبرونكيولز فيلد باي سيكريشنز هي دي بقى diagnostic features ده سؤال امتحانة هو enlargement of ميوكوز سيكريت دي تبقى مين الكرونيك برونكايتز تمام طبعا طبعا هيبقى فيه inflammatory cells lymphocytes اللي بتاعت الكرونيك inflammation macrophages ممكن نلاقي شوية neutrophils لو على حظ العيان كانت العينة وهو عنده كمان infection في نفس ذات الوقت وبعد كده تقلب ب squamous metabolism من severe irritation وdysplasia والاخر يجيله squamous cell carcinoma او small cell carcinoma تمام شوف الحكاية بدأت بايه ووصلنا لايه next طيب دي حاجة للكلينيكال برضو انا بحطها لكم على اساس ايه تبقى سامع adil pink puffer ده العيان اللي هو عنده mainly emphysema هو بتاع الامphysema بس هيبقى عنده اهم حاجة ايه ديسنيا ديسنيا prominent جدا وعنده minimal cough يعني لسه مفيش secretion مفيش حاجة مجرد destruction بس لل airway وincrease the minute ventilation ده clinical كل دول clinical اهو pink skin العيان مش cyanose pores lip pressing يعني بيبقى ضامن بققوا عشان يتنفس والaccessory muscle use زي ما قلنا بيعمل مجهود فطبعا هيبقى كشكتك كشكسية معناها ان الويت قليل بص العيان يعني بيبقى فعلا يعني خاسس جدا ويبتدي كتافه علي الفوق والparal chest من قدام ومن وراء prominent عام زي البرمير hyper inflation وparal chest وdecreased el breeze sound طبعا breeze sound يعني هو يعني كل مع المجهود ده كله وبيحاول يحافظ على CO2 والأكسوجين normal level بس تيجي تسمع chest مفيش الهوى داخل يعني خلاص اللي باقي بقى من lung هو والباقي مفيش وتكبنيا طبعا الكمبيحاول الكمبيحاول النيموسوراكس التاني chronic اللي بيبيحاول بيطلع مفيش ناكسرع 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 برضو ده جدول برضو ليه الحاجات الكلينيكل تجميعة برضو كل دي جدول تجميعات اننا العيام بقى اللي انا هشوفه فعليا يقيمة عنده predominant bronchitis يقيمة predominant انفيزيمة الكلام مقرر كله تاني انا اللي هميني مثلا ديسنيا ايه رجاد والدان بفوش مشكلة الديسنيا مثلا لو prominent bronchitis هتبقى ليت وميلد قلنا الاول بيبتدي انفيزيمة وبعدين لما ييجي عليها chronic bronchitis الموضوع خلاص لكن الانفيزيمة لو هي prominent لسه يبقى هي تبقى عنده ديسنيا early ديسنيا وكمان بتبقى ايه severe والكلام كله مقرر انا بس ايه رصهولك في جدول كده يبقى ايه اسحل وده برضو هتلاقوا معظم المعلومات اللي في clinical انا اللي يهمني هي الديسنيا على اساس ان دي الحاجة prominent next طيب ايه البرونكيكسز بقى البرونكيكسز بقى ده قصة بقى اسود من اللي اللي فات ده definition برضو يعني ايه نعرف definition ده permanent يعني reversible برضو dilation في البرونكاي والبرونكيولز خلي بالك احنا بنعلى في الليفل الاول كانت في الانفيزيما في الالفيولاي تمام وبعدين البرونكاي في بقى فيها inflammation والsecretion ومش عارف ايه دلوقتي احنا في destruction بقى الموضوع عمال بيسوق اكتر destruction للبرونكاي والبرونكيولز caused by destruction للsmooth muscle and supporting elastic tissue حتى الكارتلج اللي موجود في البرونكاي والبرونكيول بيتكسر في البرونكيكسز سيفير يعني حاجة الموضوع طيب secondary تو بيحصل ليه secondary تو persistent infection او persistent obstruction يعني هو الموضوع ايه يقولك يا ربي الانفكشن حصلت الاول فحصل بسببها obstruction والابستركشن ده جمع secretions وinfections وراها فخلى يحصل ال destruction السيفير ده ولا الاوبستركشن اللي حصل الاول فبسببه حصلت infection سيفير كل الكلام ده مش فارق معنا اللي هو البيضة ولا الفرخة الاول مش مهم مهم من الكارسة اللي حصلت يبقى هو secondary سواء ال infection سواء الاوبستركشن انا عندي هنا ايه chronic necrotizing يعني حاجة مدمرة infection ايا كان الاوبستركشن الاول infection الاول مش هتفرق معي طيب ايه طيب ايه الكلانيكال بقى هنا كاف ماشي ما كاف الكورونيك برونكايتس كان فيه كاف expectoration يعني بيطلع بقى الغم ماشي مالكورونيك برونكايتس كان فيه بلغم ايه بقى يعني بس دا ايه بقى بص البلغم كوبيشيس amount كمية كبيرة جدا بلغم ريحت رهيبة بشعة وحشة جدا وبيريلانت كمان بص كوبيشيس amount طول اليوم بقى مش كحة السجار اللي بيفضيها على الحضة طول ما هو قاعد اللي هو العيان بقى هو ما يبقى معروف الراجل دا طول اليوم يكح ويتف بلغم في الأرض وفي منديل طول ما انت بتشوفه بيكح وبيطلع بلغم بطريقة رهيبة ورحته شنيعة نيكست ادي المنظر صورة برضو جرافيك الريفيرزيبول دايلاتيشن الصورة اللي على يمين الاول اهو كان دنيا نورمل ونضيفة وسيكريشا ميوكوس بسيطة على الميوكوزة عشان بس لو في حاجة اريتانت ولا بتاعت تطردها على طول الموضوع بقى خلاص يعني بقى لوسوف سيليا بقى الكارتلج كمان بتاع البرونكاي دا اللي هو البرونكيكس نيكست كلينيكال فيتشرز ايه سيفير بيرزيستان كاف دا هو جاي اعترف على نفسه انا بجيب بلغم بكمية كبيرة يا دكتور لونه اصفر لونه اخضر بتسمع الوان غريبة يبقى فيه دم طب يعني حرك بطل سجاير طيب لا اسمق درش طب انا المفروض اعمل لك ايه مش عارفة يعني سيفير بيرزيستان كاف وز اكس بكتوريشن اوف ميوكو بيريولانت سبيوتم ودسنيا طبعا دسنيا دي يعني يعني فيه some sort of ديستيا وكمان راينوسينوس سينوسايتس يعني كمان ممكن ايه يبقى واخد الابر ايروي يحصل هيموبسيز طبعا من السيفير بقى بيبقى فيه بلد كمان دستركشن واربيسيز ممكن يعني الموضوع يبقى صعب هيموبسيز يعني فيه بلد فيه السبيوتم معنى ان فيه سيفير كوندشن فيه مصيبة امباييمة ان كمان البلورا الانفكشن سرحت لها وصلت ميدياستينايتس دخل على الميدياستينا بريكاردايتس توكسيميا أبتو سيبتيسيميا يعني سيبسز في البلد هنا الموضوع اتقلب لسيستيميك مش مجرد لوكالايز في اللنغ أميليدوزز وده بيحصل بسبب ان فيه كرونيك انفكشن موجودة في الجسم وهي وتفضل بقى سنين مدة طويلة بالمنظر ده تدخل العيان فيه أميليدوزز أبتو ان يبتدي العيان يجيله بريين أبسس هيمتوجنس سيدين هيمتوجنس سبريد للإنفكشن ده العيان ده بيشيل اللوب بتاعت اللنغ ده حل الوحيد انت متخيل متخيل ان إنفكشن ده حالك إنفكشن يعني عادي لأ حضرتك أنا كانت وكت في المستشفى الصدر كان بيجيلي عينات كومبليت لانج لوب كلها دايليتد سبيسز تدوس عليها بإيدك البص يخرج هو لهو فانكشنينج لوب وكمان قاعد في جسم العيان عمل له مصيبة زي سيبتك فوكس عمالة بقى تعمل ياما تعمله برين أبسس توكسيميا سيبتسيميا وعمالة تنتشر وتسرح في الجسم وتعمله مصيبة ومش فانكشنينج الحل إيه إن هو يخش العمليات ويشيل اللوب ده ودي بتحصل كتير ما هيش ندرة فالموضوع مصيبة مش سهل العيان هيشيل اللوب بتاعت اللونج كلها نيكست إيه الأسباب إيه الأسباب طبعاً لسموكينج على أساس إنه هو الـ الـ ان العيان يجيله السيفير نيكروتايزنج إيه إنفكشن طب نقسم الأسباب كده فيه congenital أو hereditary condition مرض اسمه cystic fibrosis ده بيبقى فيه مشكلة في السيليا نفسها بيبقى فيه thick و sticky mucus لدرجة إنه هو يعمل obstruction ويه الـ obstruction ده بيعمل سيفير انفكشن و inflammation و carthaginar syndrome تيكون genital يعني post infectious هو بدأ الجزء اللي ايه اللي فيه الحتة بتاعت لسموكينج after necrotizing bacterial أو viral أو fungal pneumonia bronchial obstruction بتيومر أو foreign body ما احنا قلنا يا infection يا obstruction ايا كان ايه اللي بيحصل فيهم هو في necrotizing infection وفي idiobasic idiobasic ده اللي انا مش لقي له سبب طبعا مش لقي له سبب دي غالبا يعني لا انا في رأي انه هو smoking بس احنا هنمشي زي ما الكتاب بيقول diagnosed when the other causes are excluded من 25% لـ 50% of cases طبعا دي نسبة كبيرة جدا وهو بس ده كلام الكتب احنا ملزمين بيه بس انا شخصيا مش مختنعة اساسا باخر النقطة دي خالص next ده المورفولوجي طبعا دي صورة يعني very simple دي صورة بقى من الناس اللي هم بره انا بقى شفت هنا في مصر يعني كان نفسي فعلا ان انا صورها طبعا هو بيقول لك هنا lower loop bilateral هي بتيجي اكتر في lower loop severe involvement is more distal وبيبقى sub plural اكتر برضو common ecstatic يعني dilated bronchi شايف مع الساهم كده يا رب بس يكون باين في الفيديو كل اللي spaces اللي عند الساهم البرتقاني واللي حواليها دي dilated bronchi دي تدوس عليها طلع بص منظر شنيع وكمان تحت الميكروسكوب او كمان يعني بعيني بشوف abscess formation next شايف المنظر فين الاروي ده الاقي كده يعني كل الشريحة عبارة عن inflammatory cells ما بين لها cartilage من ميوكوزا ما فيش acute وChronic Inflammatory Exudate within the wall of the bronchi and extensive areas of ulceration انا مش شايفة اساسا ان في ميوكوزا lining ما فيش غير بقايا حطرك عليها بالساهم الابيض كده الpoint دي بقايا ما تبقى من الريسپيراتوري ميوكوزا وكل اللي انت شايفو ده inflammatory cells ولو العيان عدى بالattack بتاعة الأكيوت راحت هيبقى بفايبروس نيكست بص المنظر بقا دي صورة في العملي severely dilated شايفو ما امشي كده مع الساهم dilated bronchiol bronchi 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 هي وسعى جدا فيش المنظر ده في الطبيعي وكل اللي جوه ده عبارة عن نيوكوز بلاج وكلها inflammatory cells منظر ده تحت الميكروسكوب bronchi exud على طول حجم البرونكاي ده مش موجود اصلا في الطبيعي فيش حاجة اسمها كده next طيب العيان اللي عنده chronic obstructive pulmonary diseases هيموت من ايه خلي بالك احنا خدنا تلاتة لغاية دلوقتي emphysema chronic bronchitis bronchiexis ده بالنسبة لي انا هو ده المهم في الباصولوج في البرونكيا الازمة بس ايه من لي هي clinical ما بيجيليش منها عينات باصولوجي خالص هناخد فيها ايه هديك فكرة عنها كده انا مكنتش هقولها خالص بس السنة اللي فاتت زمايلكو قالوا لي لا يا بكتور يعني يا ريت ايه ولينا بس الحاجات المهمة ايه اللي فيها هقولها بس خلينا بس في الجزء ده عملين بقى نشتمر العين بياخد سجاير ومش عايز يبطل ومش عارفة وموت نفسه هو ايه اللي هيحصل يعني هيحصل ايه حاجات بسيطة خالص بس ريسبيراتوري انسوفيشنسي هيجيله ريسبيراتوري فليار بس مش اكتر خلاص كأن اللنج دي مفيش وظائف تنفس في جسم الراجل عادي بسيطة صح بسيطة طبعا كوزنج سيفير هايبوكسيا ريسبيراتوري اسيدوزز كومة والبقاء اللي بعده رايت سايد هارت فيلير اللي هما بنسميه كوربالمونال والكوربالمونال هو الرايت سايد هارت فيلير اللي بسبب مشكلة في اللنج او يحصل ماسيف لنج كولابس لو حصل نيمو سوراكس نتيجة الربشر البولي والكولابس طبعا بيرجع وكل حاجة باستخيل بقى لو اللنج ديزيز ومنيلة بستين نيل وكلها فيبروزز وحصل له نيمو سوراكس تفتكر لما الدكتور يحط التيوب الاندر ووتر سيل دي هترجع متوقع كده غالبا لا احتمال كبير لا وكده تبقى انت فقط نص التشيست اللنج كلها يعني فيه طو لنج عندك واحدة منهم ديزيز والتانية راحت خاص طبعا كل ده كوز اف ديس والسلايد دي مهمة مهمة next دي الصورة بتاعة الايه انا حطها لكم برضو هنا بتاعة الايه الرايت سايد هارد فيلير وشرحناها مع يعني في الكارديو تمام next طيب ادي الازمة ناخد بقى الازمة شوف الدنيا زي ما قولنا ناخد لها الديفينيشن الازمة دي عبارة عن ايه chronic relapsing relapsing يعني attack بتيجي للعيان تروحه وبتيجي مش دايما يعني عيان chronic bronchitis خلاص هو chronic bronchitis بيبقى عنده شوية activity والدنيا ايه تقل بس ما برجعش normal هنا لا الدنيا بتبقى ايه منكر العيان في الاتاك طبعا عنده ازمة between attack الدنيا لا function normal يعني والدنيا تمام فهي بتجيله ايه in attacks و chronic خلاص بقى يعني بقى عمر كله لو هو طفل مثلا من هو عنده عشر سنين تمام طبعا يبقى chronic relapsing inflammatory disorder presenting with hyper reactive airway الطبيعي لما حد مثلا يشم ريحة معينة ما بيحصلوش ايه يعني ممكن يعني نفسه يعمل شوية بقى بيضايق شوية او كده لكن ده بيخش في ازمة بيخش بيحصله ناروينج او في البرونكاي والبرونكيولز بتقفل ده hyper active airway ويعمل episodic reversible خلي بالك بقى reversible broncho constriction لما يروح السبب ترجع الدنيا طبيعي زي ما كانت due to increase responsiveness to the bronchial tree of the bronchial tree to various stimuli ايا كان الاستيمولوس بيبقى في hyper response يعني بتستجيب بس مش الطبيعي زي بقيت الناس لا بتبقى في bronchoconstriction clinically unpredictable attacks of severe dyspnea وكاف ويزنج ما فيش ازمة من غير ويزنج تمام triggered by sudden episode of bronchospasm between الاتج no symptom ويزنج ويزنج الاستيمولوس ان العيان مايرجعش للنورمل يفضل في الازمة ودي حاجة يعني قاتلة صراحة بالذات يعني بتحصل في الاطفال اطفال صعب تسيطر عليهم على حركتهم على اكلهم لو هو عنده مثلا حساسية من اكل معين بتدخله في الازمة دي صعب وللأسف استيمولوس برونكو باروسفازم باروسفازم يعني عفوا باروكسزم يعني متكررة باروسفازم 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 ويكس ويكس دي صراحة ما شفتهاش لكن شفت ديز غالبا بيبقى طفل بيعض يومين تلاتة في استيساس أزماتيكاز ولو ما بتروح الشفاء بيتوفى تمام لكن ويكس دي أنا ما شفتهاش هو كاتبها في الكتب نحترم من القصة دي وهي عبارة عن إيه إن الأكيوت باروسفازم دي ما رحتش الأتاك دي ما رحتش فضلة موجودة مفروض إن هي يعني منتس لأورز مثلا لكن لما تقعد ويكس تقعد ديز لأ في الفونكشن خلاص الفنتلاتوري فونكشن مش هتتحمل كده وهيحصل رسبيراتوري فاليير and ديز نيكس طبعا الأنواع كل ده كلينيكا البقى خالص في عندنا أليرجيك أزمة اللي هي بسبب ايه طيب ون هايبر سينستيفي ري اكشن اي جي اي ميدياتي تتحفظ كده مفروض هتاخدوه في الاميونولوجي إزا موست كومن هي غالبا اللي بنشوفها كلاسيك طايب وان اي جي اي ميدياتي هايبر سينستيفي ري اكشن تريجرد باي انفيرومنتال انتيجنز الدست البولين اللي هو يقولك دخلة الربيع اللي هي الحساسية الناس اللي عنده أزمة أزماتك بروم اللي عنده عفوا اللي هو الأليرجيك أزمة بياخد بخاخة وبتاع ده الحالة المعروفة يعني سيرتين فودز تمام وطبعا فاميلي هستوري اس كومن لقي الأم عندها أو الأب العم الخال وتلاقي الولد الصغير عنده القصة دي ما تاخد هستوري منهم اه موجودة في العيلة في كذا حد عنده كده دي اللي هي بيتسميها الأتوبيك طايب بقيت الأسباب بقى أيا كانت وليها تقسيمات كتير جدا بنحطوهم تحت جدول ايه النون أتوبيك طايب أيا كانت بقى النون أتوبيك كان بيتريجرد باي إنفكشن إيريتنت دراجز ومفيش فاميلي هستوري يبقى دي آي جي إي ميدياتد دي لأ دي في فاميلي هستوري دي لأ يعني أي سبب غير الايه الآي جي إي ميدياتد أي أن كان بقى ممكن إنفكشن إنفكشن دراجز إيريتنت هي نفسها اللي ممكن استيميوليت الأتوبيك طايب بس لازم أفرق بين الاتنين كلينيكا يعني الإنفكشن ذات ريديوز ذات سريشولد بيقولك إن الإنفكشن هو اللي بيخلي إن المفروض إن أنا أتأثر مثلا البرونكاي عندي تتأثر بإيريتنت بنسبة كذا لما يبقى عندي إنفكشن لأ ده لو حاجة بسيطة قوي هتروح إيه مأسرة علي الأسبرين فيه دراج إنديوز دي أزمة الأسبرين أشهر حاجة فيها الكولد البارد ممكن يدخل عيان في أزمة أكيوبشنال حد بيشتغل في مكان معين جايز حد يتعرض لسترس إيه لحظنا عنده الدخل في الأزمة أو الإكسرسايز إنديوز كل دول ملهمش بالطيب وان هايبر سنستيفيتي ريأكشن تمام بنسميهم نون أتوبك نيكست الفيسيولوج بقى يقول الكلام ده كله ما أنا بقول لكم أنا مكنتش هشرحها عشان كده إيه حطتها بعد الكوزوف ديس أو في السي أو بي دي بس دي هنس بسيطة كده عشان كان زميلكم عايزين السنة اللي فاتت فأنا قلت إيه أديها الكوبار واتسمعوا في الفيسيولوجي وفي الفارما قالوا لي إن هم ماخدوها في الفارما يعني المهم الفاصل جينيسيز دي الأتوبك لإني دي الكومان اللي بنشوفها اللي هي الطايب 1 تاني بقول طايب 1 IgE Mediated Hyper-Sensitivity Reaction يجوالي بيجين إن شايلد هود وين إتز تريجرد باي انفيرومينتال انتجنز زي يمين دست بولين اللي هي حبوب اللقاح دخلة الربيع أنيمال ديندر اللي هي لو الطفل مربي مثلا عنده قطة عنده كلب عنده الكلام ده كله حتى الألعاب الدباديب والحاجات دي كلها كل دي يعني اتدخل الطفل في أزمة الفودز طبعا أكل معين Positif Family History Of Allergic أي أن كان الألرجي يعني العيلة دي كده عندها حساسية راينايتس أرتكاريا إجزيمة حتى في الجلد ممكن تبقى الأم عندها إجزيمة في الجلد الولد يبقى جاي برونكيا الأزمة تخلي بالك ندبوزة الفاميلي هستوري وإن هي فعلا أتوبك طايد في الإيروي الإنهيلد أنتجين أي أن كان بقى هو إيه إنيشيات ريأكشن ويتشي بتعمل إيه بتبروموت الإي جي إي بروداكشن باي البي سيل ويه الماست سيل بتزيد في الحجم وكمان من إزينوفلز هنا بقى هتظهر عندي الإيزينوفلز تمام نيكست إيه هم الميدياتورز نعرفهم بس إيه أسماء تبقى سمعت سمعتهم هنا اليوكوتراينز C4 وD4 وE4 طيب وأسيطايل كولين والهيستامين والبروستاجلاندين D2 والبليتلت اكتيفيتين فاكتورز كل دول بيعملوا إيه بيعملوا البرونكو كونستريكشن والسيكريشن هي دي اليوكوتراينز تعمل برونكو كونستريكشن زيد فاسكوري برمابيلتي وتعمل إيديمة وتزود السيكريشن الأسيطايل كولين بيخلي السموز مصل كونستريكت كمان الصحنة نقصين يعني البرونكاي نفسها بتتقفل وكمان السموز مصل اللي حواليها بيحصل لها كونتراكشن بجملة بقى الخن هستامين برونكو كونستريكشن مهم قوي بروستاجلندين برونكو كونستريكشن وفازو ديلايشن will platelet activating factor cause aggregation of platelet and release of الهستامين with serotonin from their granule نيكست طيب في حاجة عندي اسمها acute response and late phase reaction في الأزمة يعني في حاجة عندي acute بتحصل على طول في ساعتها أول ما الإيريتان تدهي يدخل وبعدين حاجة بتكمل وراه الأكيوت response caused by exposure of pre-synthetized IGE coated mast cell يبقى الماست cell دي هي المسؤول عن الأكيوت response أول مرة الطفل بيتعرض للإيريتان ده ما بيحصل شي حاجة لكن بيحصل إيه يعني هو نفسه ما بيحصل وش حاجة لكن بيحصل في اليميون سيستم إن تبتدي IGE تتعرف على الأنتجن ده وتبقى مستعد مستعدية بقى ليه المرة التانية من هنا تبدأ المصيبة خلاص هي بقت pre-synthetized تهيأت وتعرفت عليه إن الإيريتان ده هو ده اللي هيدخل الطف في الأزمة أول ما يتعرض ليه من تاني مرة يبتدي إيه الماست cell هي دي أول وحدة بيحصل لها إيه بتعمل الResponse ده within minutes خلاص response pre-synthetized IgE coated mast cells هي بيحصل لها response to antigen and occurs within minutes after stimulation with الميدياتور secretions وتطلع بقى الميدياتور بتطلع من cytokines مع طبع الهستامين وبقيت الحاجات اللي بتطلع إيه منها وكمان بتجيب cytokines تانية cause the influx of other leukocytes بالذات الإزينوفيل دي بقى اللي هتكمل وراها الليت phase يعني هي بتعمل الأكيوت وتعمل المصيبة وتختفي وبقيت السلز بقى اللي هي بتجيبهم هم اللي بيكملوا وراها وكمان بيحصل ميدياتور من الإندوسيليم والإبسيليم ليلا بقى كل السلز دي بتطلع ميدياتور بتساعد في موضوع الأزمة طبعا ده ولد تساب من غير علاج بياخد طبعا الأدوية وكده الميدياتور بستيل موجودة ولكن طبعا الإفكت بتاعها بالعلاج ما بيبقاش إيه موجود يعني أنا بحاول إن أنا بدي الأدوية عشان الميدياتور دي ما تأثر شي فيه طبعا فعليا اللي بيحصل العيان ده بتخص بالأعراض وكمان إن أنا أخد البريفرال بلد ألاقي فيه إزينوفيل لكن بقى إن أنا ألاقي إزينوفيل والسبيرال زي والكريستال زي في الاسبيوتام دي ما بتتعمل شي خالص نيكست المورفولوجي طبعا لأن الولد يعني بيبقى ديسنيج جدا وبيحاول ياخد نفسه من سيفير برونكو كونستريكشن فبنلاقي إن اللونج إيه أوفر ديستند اللونج أوفر ديستند يعني خلاص حصل أوتوبسي يعني فيه وفاة حصلت وشلنا اللونج وبنبص فيها حتى بياخد بيوبسي للونج عشان يشخص برونكو الأزمة مش عايزة خيالات طيب برونكو لأن برونكو لر أوكلوجان باي سيك نيوكاس بلاجز بتعمل بقى كتل كتل نشفة كمان هستولوجيكالي زي ميوكاس بلاجز كونتين وور دواير كده من خيوط أوف شيد أوف ريس بيراتوري إيبيسيليم بنسميها وورلد ميوكاس بلاج طبعا دي حاجات بحفريات حدش بيشوف كده دلوقتي مش حد بيشخص برونكو الأزمة بسبيوتم فورمين زي النون اللي هي الكروتشمان سبايرل يبقى ميوكاس بلاج وفي شوية ريس بيراتوري إيبيسيليم عمل شكل كده هوريكو شكلها بيسموها كروتشمان طبعا مين كروتشمان الأخ العالم اللي شافها تحت الميكروسكوب أول مرة فسماها على إسمه على طول ملهاش أي قيمة مهم نيوميروس إزينوفيلس والشاركوت ليدن كريستال كمان عبرة عن مجموعة من الكريستال هي بيقولوا قليلة الباص أو الميوكاس ده بيبقى سك مفهوش ووتر مفهوش مية يعني مخاط ناشف قوي فبيعمل كريستال من الكونتينس والحاجات اللي بتبقى فيه المهم البازمت ميمبرين أو برونكيا الإبيسيليم سيكند والبرونكيا الوول شو إيديمة دي مهمة بقى وإنفلاماسوري إنفلتر إيس بريزنت بالزات مين إزينوفيلس مهمة قوي لو هنشوفها تحت الميكريسكوب دي الحاجة بقى اللي مهمة يعني زي ما قلنا بيحصل فيها كونتراكشن تمام فبيحصل لها هايبرتروفي لإن دي حاجة برولونجد بقى العين ده طول عمره بيبقى بالمنظر ده بيكوز اوف برونجد برونكو كونتراكشن نيكست ادي الكريستال اهي بيقولك إزينوفيلس اسمها إزينوفيلس لايبوفوسفولايبي بايندين بروتين ماشي اسمها حاجة اسمها جالاكتين تين هي كونتينس مهم يعني هي كونتينس موجودة في الميوكس اهي دي الكريستال ودي السبيرال زي الخيوط كده عبارة عن إبيسيليام وحوالي ميوكس عامل المنظر ده نيكست اهي ميوكس في إزينوفيلس وقادي منظر الميوكس بلاج طبعا بتطلع بصوا عامل من كتر ما هي ناشفة طلع واخدة شكل البرونكاي طبعا احنا بنقصه بنسلك وبنطلعها ايه بالمنظر ده برضو ده في جس اه طبعا نيكست ادي كده المفروض المحاضرة خلصت طيب هنرجع بقى للجدول الاولاني خالص اللي انا قلتلكوا ايه عليه تمام كده جدول ده بقى اهو ده بيلخص الايه اللي احنا خدناه اول حاجة clinical term وبعدين الاناتوميك سايت وبعدين الميجور باسولوجيك تشينجز ايتيولوجي وصاين ان سيمتو الكرونيك برونكايتس بتيجي في البرونكاس تمام بيبقى قولنا في ايه ميوكاس جلان ده هايبر بليزيا وهايبر سيكريش دي اهم حاجة الايتيولوجي توبيكو سموك وإير بليوتون اي ان كان بقى وبيبقى عنده كاف وسبيوت البرونكيكس في البرونكاس برضو لكن معا ايه ايروي دايليشن وسكارين وتزود هنا للناس اللي بتسمع المحاضرة مهم قوي سببها ايه بريزيستنت انفكشن ويبقى عنده كاف وبيريولان سبيوتم مش اي سبيوتم وممكن يبقى معا فيفر كمان الازمة بتبقى في البرونكاس بيبقى فيه سموز مسل هايبر بليزيا وفي اكسس ميوكاس وانفلاميشن بين قصين ازينوفينس تمام وسببها ايميونولوجيك طبعا او اي سبب تاني اهمها الاميونولوجيك اللي هي الاي جي اي اي جي اي هايبر سنسيفتي ريكشن وبيبقى ايه اي بيصودك ويزين وكاف ودسنية الامفيزيما بتبقى في الاسيناي تمام اللي هي الارسبيس اللي هي الدستال اللي هي الصغيرة ايرسبيس انلارجمنت ويز وال دستركشن ويزاويت فيبروزز وسببها توميكو توميكو سموك واهم سمتوم الدستنية والاسمور البرونكيولايتس ده بالنسبة يعني بالنسبة لي مش مهم موجود في الجدوى اللي يعني ان فيه انفلاميشن برضو وبسبب التوميكو وبيعمل كاف اند سبيوتر تمام كده كده يبقى احنا خلصنا المحاضرة دي محاضرة مهمة قوي كلينيكا اللي بتشوفها كتير ده تقريبا لو هتشتغل تشيست مش هتشوف غيرها عيان بيدخن ويجيلك بكل المشاكل اللي ايه اللي في اللونج دي تمام كده ودي الريفرنس وثانكيو شكرا